مرحبا فيكم حبايبي برج الاسد. خلينا نشوف التوقعات كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام. خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة اكتر شي على شو عم بتركز بافكارك بافعالك. وقعت الحالة والله. نفس الورقة اللي قبل شوي. رح يكون اكتر شي العطف شغالي عندك. رح تكون فترة رومانسية بانتياز. رجوع لشخص او خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في امور رح ترجع لما جريها. في اكتر من امنية في الحب عم بتسير. في انتصار في هاي العلاقة. فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع انه يعني عادة بطلع بشكل عام. خلينا نشوف ازا التوقعات بشكل عام لهاي الفترة. لا. الاسد. طبعا هاي قراءة عام حبايدي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا. فعادي جدا ازا ما انطبقت عليك. حلو جدا الورق وكتير عجبني. بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالقد برج الاسد لكن هاي الفترة انا شايفيتها رح تكون كتير حلوة. شايفي عندك اول شي تصفية حسابات في اول الايام من هاي الفترة يعني يمكن تكون اول اسبوع من الفترة اللي قلنا عنها. رح تكون تصفية حسابات في كان صراع اه بينك وبين اشخاص ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا اه الشخص. اه عم بتعطيه اللي هو الدواء. يعني عم عم بتداوي بالطريقة بالتي هي احسن خلينا نقول. اه عم تعطيه حجمه عم تعطيه اه اللي بستاهله ومش اكتر. اه شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الاسد. عم بتحاول تشتغل على نيقات الضعف اللي عندك اياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها. يعني كتير حلو انه اشوف هذا الاشي بالورق نادرا ما بشوفه. انه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح. خاصة انه ورقة برجك يعني كمان مبينة. فا كتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر. فا يعني استغلها ما بتعرف بالاشهر اللي بعدها شو رح يصير فا استغل هاي خلينا نقول عجلة الحظ عم بشوف كمان في هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدا ظلمك انت عم تاخد حقك. زي ما اقولنا هون فيه صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمك. نهاية العلاقة ثلاثية. في علاقة ثلاثية هاد الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت اه ب من اشخاص او من شخص اه تالت اه من طرف تالت كان داخل بالعلاقة العاطفية. عم بشوف هاي العلاقة منتهية او فيه انتصار عليها. عم بشوف هانا كارما عم تاخد اه حقك اكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في اكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما. اه بالنسبة للطاقات قبل ما انسى اه اللي هي هوائية اكتريتها. فيه نارية. والله هوائية بانتياز. وفيه مائية. هوكي. فيه ميزان. بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي. فيه اسد حبايبي. فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي. الكرتين طلعوا مقلوبين. كروت العلاقات الثلاثية. اه هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما اذا كنتوا انتم منفصلين او كذا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بهاي الاشياء الفاضية. هو عم بيفكر لا اكتر من هيك. عم بيفكر للارتباط. عم بيفكر حتى انه ممكن انه التافروا مع بعض. عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا. عم تنتهي عندك فترة الاحباط او الانطواء او الصراع النفسي. عم بنشوف نجاح كتير من ناحية العمل. نفس الشي قلنا هذا الكارمة او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف هوائية او مائية. او نارية. اه على الاخص نارية ممكن تكون. اه عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول اه الاشخاص. اه شايف فيه شخص اه ممكن يتقرب منك اذا كنت اعزب. اه هذا الشخص اه صفاته يعني خلينا نقول اه متوسطة. اه لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون اه اه خير لا لك. لانه هاي فترة اه كيف تقولك انه فترة اه خير بشكل عام لك وحظك حلو في هاي الفترة. فاستغل هاي الفترة. شايف بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اه اللي على علاقة اه او حتى المطلقين شايف لهم رجوع اه شايف فرحة اه شايف حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور. اه شايف انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرف يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل اه اه عم بتكون اكتير مساند لاله وهو مساند لالك لقراءة العاطفية حبايبي بتعرفوا انه ممكن تكون عكسية. اه ازا اكتر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر. اه مبين الاشخاص اللي مصرين عالسفر لهم فترة عم بيبين عندي الاسد بده سافر. اه في هاي الفترة فيه فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل اه حلوة عم بتصير من ناحية السفر. اه الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والتار ما عم ترجع لهم. اه خاصة المحاكم اللي فيها. مال اه او حضانة اولاد. خلينا نشوف اكتر عاطفيا. لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او قراءة عاطفية منفصلة. رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة. شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الامور اللي صارت. اه في عندك يعني في في امور رح تصير او اكشز او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج. عم تتفرج على اما طرف الثالث او الانتصار على الطرف الثالث. لانه مبين عندي في رجوع اكيد وفي اه حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الاصل في اه تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة. اه ولكن في طرف ثالث عم بيكون اه مش متواجد. ولكن عم براقب مش عاجبه. هذا الطرف الثالث. اه شايف الشريك اه طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية. اه الشخص اه انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني. شايفيتكم حتى التنين مندفعين. اه ناحية اه بعض. في نهاية لطرف ثالث. ضدف لطرف ثالث مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر. ولكن شايف ينصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث. اه المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون اه في وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد. النساء اه من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير. اه في مال رح يجيك اه اما من ترقية في العمل او من عمل اضافي اه او حتى فرصة عمل جديدة. هاي المشكلة اللي انا قلت اه عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح اه تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي اه نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة اه موضوع كبير اه رح ينتضح اه رح في امور اه هو كان يعملها مبين هون امور اه ممكن تكون اعمال وشغلات اه هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والان انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شي اه شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية اه فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلو لبرج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد. خلينا نشوف ازا في تحذيرات او شي بهذا الوراء. اوها. عم بشوفك اه. عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح. مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين اه اما مسكن جديد انت رح تنتلكه اه انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه. فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي. فما تخاف انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكو فما يعني ما تخاف من الامور اللي عم بتصير لانها امور مؤقتة خلينا نقول. والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم اه بيحاول انه يوازن فلا شايفة انه الامور العاطفية على اتم وجه. كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة. لانه الاسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول. ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص. بقولك حب حالك يا حبيبي بقولك انت بتستحق الافضل انت بتستحق افضل ما انت عليه يعني. فقات لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوة انا عم بقول من برا طبعا الاسد معروف بالتقلق والاناقة والكزا. بس انا عم بقول من جوة من جوة اكتر حب حالك مش الموضوع ما فيه انانية او كزا. بقولك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك. حاول تكون اه عقلاني شوي بكفي اه يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل. افوان. اه. في شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف. عم بيمثل انه هو ما بده ياك او بده يبعد او كزا بس هو عم بيرائب من ورا لورا. يعني شي كتير حلو بقولك. بقولك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الامور زمامها في ايدك انت. مش على العكس زي ما كانت بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة رح تكون بايدك فكون مستعد لهذا. شكرا. شكرا. شكرا.